موسيقى الدورة السادسة للملتقى الخاص بالمدن الصديقة للتوأمة والتي اقدت بمدينة فاس المغربية في دورتها الثانية للملتقى الاقتصادي الدولي حيث شاركت عمدة بلدية جمينة مريم جيمي بيت على رأس وفد يضم رؤساء الأقصام ومديرة العلام وقد أسحمت بنقاط جد حامة في الملتقى وحددت معالم التنمية للمدن الحضرية ومكافهة الأوساق والنظافة حيث لقيت ترحيباً وسطاً كبير في أوساط المؤسسات المغربية وعلى الفور قامت بالتوقيع على المحضر للاتفاقية وذلك بهضور سفير البلاد لدى المملكة المغربية محمد أبد الرسول هذا فإن مندوبية مدينة جمينة أتحت الفرصة الثانية وقامت بإجراء محادثات مع الشركاء في مجال التنمية إلى جانب أعضاء المندوبيات والوفود القادمة من الدول الصديقة وأبو عيد الملتقى قامت أمدة بلدية جمينة مريم جيمعي بيد بتوقيع اتفاقية تعاون مع مسؤولي المدينة التارقية فاز كما وقع بجانبها الدكتور إدريس الأزاني بالتوقيع على عدة معاحدات فحواها تبادل الخبرات والمعارف حول نظافة المدن والصحة والنقل العمومي فضلا عن تعمين الطرق وبناء المنشاعات الريفية والساحات الخضراء وتجميل المدن يذكر أن أمدة بلدية أنجمينة مريم جيمعي بيد حيث عملت على تنظيم لقاعات عدة مع التجمعات النسوية للسيدات العاملات في مجال الاستثمار وذلك من عجل تقوية العلاقات بين المنظمات النسوية والمعسسات الجدية